بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء التاسع من فصل الخامس لمكرر هندسة البرمجيات في الجزء اللي يا جماعة إن شاء الله هنبدأ نكمل كلامنا عن الكلاز دياجرام وهناخد مثال أكبر شوية للميديكال هيرس كير سيستم شوف مع بعض بنقول مثال للكلاسز اند اسوسييشنز الارتباطات ما بين الكلاسز وبعضها البعض في الميديكال هيرس كير سيستم طيب بنقول نواة الكلاسز الكلاس دياجرام يا جماعة بيعبر عن ايه بيعبر عن الكلاسز وارتباطها مع بعضها البعض طيب النظام اللي معنا دلوقتي بيقي فيها كم كلاسز فيها عدد من الكلاسات وليكن كونسالتان دي دا كلاس بيشنت جنرال بريكتيشنر ممارس عام كونسالتيشن استشارة هسبوتال دكتور تريتمنت ميديكيشن كونديشن كل دي يا جماعة الكلاسات ترتبط مع بعضها البعض في الميديكال هيرسي كير سيستم طيب احنا عارفين ان دي كلاسز هترتبط مع بعضها مع بعض بايه ها زي ما انت شايف كده بعلاقة العلاقة دي بتكتب اسمها وليكن مثلا ان البيشنت التندس التندس يعني بتحضر الكونسالتيشن الاستشارة وفي نوع العلاقة بيكتب على اطراف الكلاسز وليكن عساب المثال ان في علاقة ما بين البيشنت و الكونسالتيشن علاقة ايه شايفين اه علاقة وان استريك وان استريك دي معاناها ايه يا جماعة معاناها علاقة ميني تو ميني يعني ايه يعني بيشنت كتير ممكن يعمله عدد من الكونسالتيشن والكونسالتيشن الواحدة ممكن يحضرها اكتر من ايه من patient طب لو افرد احنا حددنا بعادة برقم زي ده كده ده معناه ايه معناه اقصى hospital doctor ممكن يعمل consultation هو اربعة فقط لا غير يبقى احنا اخدنا كذا نوع خدنا one to one وقالنا علاقة one to one علاقة فرضي الى فرض علاقة mini to mini علاقة مجموعة الى مجموعة ولو احنا حددنا الميني دي برقم ولو يأكل مثلا اربعة معناها ايه معناها mini الى اربع افرد بس من كلاس التاني طبعا يا جماعة الكلاص دياجرام اللي قدامك ده بيحكي القصة كلها بتاعت مين بتاعت patient مع ال consultation مع الاستشارة مع ال hospital doctor ناخد مثال كمان في افرد مثلا وقلنا ان general practitioner الممارس العام اللي موجود في المستشفى بايه علاقة one to mini مع ال patient معناها ايه معناها ان الممارس عام واحد يقدر يراجعه ويعالج اكتر من مريض مش كده فعايزا علاقة ايه one to mini خلي بالك بقى كده هناخد لقطة لحظة من consultation ده شايفينها الكلاص اسم consultation وتعالى نكبره شوية ونشوف مكوناته من جوه ال consultation مكوناته من جوه شكلها عامل ازاي بقولك بتنقسم ايه لجزء ايه اول جزء من هنا زي ما انت شايف هو عبارة عن الايه ها صفات ال consultation الصفات اللي هي ايه تتبع هذا ال consultation وبنسمى خصائص ال consultation او خصائص الاستشارة والافعال اللي بتتم فين اه في هذه الاستشارة يبقى ازا في جزءين بنعبر عنهم في الكلاص الكلاص لو احنا كبرناه هنلاقيه بتكون من جزءين جزء يحتوي على صفات الكلاص وجزء تاني بيحتوي على الافعال اللي بتتم جوه الكلاص زي ايه زي ال consultation مثلا من ضمن الصفات اللي اكيد فيها ده كترة وديه التاريخ وطايم والعيادة والسبب والميديكيشن برسكرايب دي يعني العلاج اللي تتم وصفه والتريتمنت ايه والايه والطريقة العلاج والفويس ايوه والترانسكريبت كل ده مواصفات ال consultation طب الافعال اللي بتتم فيها انشاء واحدة جديدة برسكرايب وصف للدواء ريكورد نوتز تسجيل لبعض البيانات ترانسكريب دي معناها ايه معناها تسجيل البيانات كلها اللي ايه الخاصة بالمريض بيبقى في سجل عندهم دي اذا يا جماعة معناها consultation او class واحنا اتفقنا ان هو ايه عبارة عن صفات وافعال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة